اعلنت وزارة الصناعة والتجارة تعديل وسن خمسة قوانين من بينها قانون تنمية صناعية وتعديل قانون التعاون وقانون تنظيم التجارة والفراغ من قانون سجل المصدرين والمستوردين بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله إن القوانين التي سنتها وزارته تم طرحها لوزارة العدل التي تعكف حاليا على صياغتها بجانب مجلس الوزراء والحياة التشريعية والمجلس السيادي لإجازتها وأوضح الوكيل لدى مخاطبة الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي يقيمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا عن قانون والسياسة المنافسة أوضح أن قانون تنظيم المنافسة يهدف لرفع الكفاءة الاقتصادية وتنظيمها وتحقيق الرفاهية المستهلك وتعزيز الحماية والحد من الفقر ورفع الوعي الثقافي وتغديم سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة وتوقع عودة القانون بالنفع للمستهلك والنهوض بوضع المواطن وتخفيف عباء المعيشة ومنع الممارسات التي تؤثر في المنافسة سلبا ما يخدم السودان في كل مجالات المنافسة أقر نائب مدير إدارة الإحصاء بالبنك المركزي موسى الفاضل بوجود انفلات كبير في عرض النقود وأشار إلى أنه في العام 2018 وصل إلى 112% والمستهدف نحو 20% أو يزيد قليلا وأرجع ذلك إلى التمويل بالعجز لموازنة الدولة بالإضافة إلى مشتريات الذهب وأشار خلال الورشة التدريبية للإعلاميين حول موازنة العامة للدولة التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع أكاديمية الدراسات المالية والاختصادية أشار إلى صعوبة معالجة هذا الانفلات باعتباره تسبب في التضخم وخفض معدلات نمو الناتج المحلي وانتقد تأجير السجلات من قبل المصدرين وعده احتيالا يفقد البلاد حصائل الصادرات وقال إن استخدام سعر الصرف المرن المدار أدى إلى تشوهات انتهت باستخدام البنك المركزي لأكثر من سعر الصرف أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور علم الدين عبدالله أبشر رغبة العديد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودول إفريقية للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية مشيرا إلى زيادة الطلب على اللحوم البيضاء لقيمتها الغذائية العالية وقال الوزير إن صناعة الدواج تعد من أهم مرتكزات الأمن الغذائي في العالم وعشار إلى النقص في البوريتين الحيواني وأكد علم الدين أهمية تطور صناعة الدواج بالتركيز الأفقي في وسائل إنتاج اللحوم والتوسع الراسي في الإنتاج عبر تاهيل الكوادر الفنية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وجودة التركيبة العلفية لجعلها أكثر تنافسية في سوق الصادر طيبة لحياة طيبة